في بعضهم يصفك بالشيخ المتشدد الشيخ العصبنجي يسمونه عندكم في السودان صاحب العصبية الذي لا يستخدم الأسلوب الهين اللين هذا الوصف في تقديرك محببين فيه؟ الله أنا رجل مسكين أول حاجة وأحب الخير للجميع كما أحبه لنفسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسي وإن باب هذا الخير والحب للجميع ندعوهم إلى ما دعاهم إليه الرسل والأنبياء في أصل وأساس دعوتهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره التوحيد بل عكس ندعوهم إلى سماحة الإسلام وإلى الوسطية وننهاهم عن الشرك والقبورية وننهاهم كذلك عن التطرف ونحارب المتطرفين في كل مكان ودونك المناظرات الموجودة لنا في مناقشة الدواعش ومناقشة الإخوانجية والتفجيرين والتكفيرين فنحن أبعد من العصبية والتشدد لكن عداء التوحيد هم الذين يلبسوننا بهذه التهم الزائفة الباطلة ومع ذلك ندعو الله لهؤلاء العداء يهديهم وأن يصلح حالهم وبالهم يعني هذا وصف من مناوئك نعم صحيح ومقل الحمد لله الذين يقولون هذه الأوصار طيب هذا أما بعد خلني أرجع لك إلى أما قبل في النشأ والتكوين متى توجهت إلى ما يمكن وصفه بالتدين أنا أصلا كنت لعب كورة وبعدين الكورة درجة أولا كنت فلعب في السودان المهم بعد ذلك أنصار السنة في المنطقة اللي أنا كنت فيها في العاصمة بحر الدروشاب والسامراب كانوا قوين في الوقت ذاك يعني كجماعة أنصار السنة بداية الفينات 1999 وكذا وكجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان فحاولوا يستقطبوني عن طريق واحد واتفقوا قالوا الرجل لما لا يستقطبوا إلا عن طريق الكورة نفسها لأنه هي البحبة أكثر حال فعمل مباربة أنصار السنة منطقة السامراب منطقة الدروشاب وأنا من منطقة الدروشاب وقالوا ليه اختعال اللعب معنا وكورة ليبت معهم كورة بعد الكورة قال لنا عندنا الدرس الفلاني والشيخ الفلاني والعلاني يعني شغل بعد استقطاب بالضبط كاستقطاب الحركيين وبعد ذلك بيجد أحضر معهم وأحضر اجتماعاتهم ويمشوا رحلات ومخيمات وإلى آخره واستقطبونا وكلنا صغار يعني وتركت الكورة؟ الكورة تركتها على المستوى العالي يعني كان نشوفك في لاعب مهم في أحد الفرق السودانية وخارج السودان لأنه ورسناه من أبونا الله يرحمه الوالد الله يرحمه كان لعب كورة كان الرياضي لحد ما مات كان ملعب في أجبال الزماني المصري وكذا كان في مصر ولحد ما توفج السودان كان ندرب درجة ثانية وكذا المهم فبعد ذلك تعني شغلنا وكذا بالشغل وبالأهل وبالعيال وكذا تم استقطاب؟ إذن تم استقطابك عن طريق كرة القدم؟ نعم كرة القدم طيب ودي من أساليب الحزبيين والحركيين ما في السودان فقط في مناطق كثيرة بذات من العالم الإسلامي والعربي بيستقطبوا الشباب اللي هم في نظرهم مبرزين في مجالات معينة إن كان المجال وراه الناس وراه مشورة بمثل هذه الأشياء بالرحلات والمخيمات والكورة وهذه الأشياء وإن كان في ظاهرة مباحة شرعا لكن هم بيدسوا السن في الدساء في أي عام انضممت إلى جماعة انصار السن؟ تقريباً 98 98 تقريباً